في الفيديو النهاردة هعلمك ازاي تكون وقح يلا بينا ازاي اكوا شباب عاملين ايه يا رب جروب خير انا كريم عففة بقدم محتلة في ستالة متوفيشة سبيكر ادخل جيه اخلت لك لفة ولو عجبك المحتلة مستاذ شامل لايك وشير وسبسكايب ويلا بينا نبدأ على طول في موضوع الحلقة ايوة انت سمعت المقدمة صح اعلمك ازاي تكون وقح هعلمك ازاي تكون وقح ان بمعنى لو صاحبك قالك تعالى نخرج في حتة وانت عندك مذاكرة فتقدر تقول له لا والوقحة برضو انك نما تعرف ان في صاحب ليك يعرفك عشان مصلحة بس او علشان استغلالية فتقطع علاقتك به فورا وانك تكوني برضو وقحة برضو نما تقطع علاقتك بصاحبتك اللي انت عارفة اللي انت ما بتحبهاش ولا هي بتطيق بس عاملين نفسك اللي انت بتحبوا بعض قدام كل الناس وانت بي برضو واقحها او تبقى واقح نما حد يرغمك على حاجة انت مش عايزها بس هو ليه سلطة اكبر منك فتقدر تقول له لا او تقدر تتناقش معاه لحد ما تغير رأيه وتاخد اللي انت عايزه وتبقى واقح برضو نما اهلك برضو يخلوك تعمل حاجة انت مش عايزها ولكن انت ممكن تقعد وتتكلم معاهم وتتفاوض معهم لحد ما توصل لحل وسط ولكن ما تستسلمش للموضوع خالص كده وعارف ان فيه ناس هتجي تقول لي بس ده جده هيبعكوك والدين والكلام ده انا مش بتكلم انت تقول لهم لا انا بتكلم انت تتفاوض معهم لحد ما توصل لحل وسط بش تسيب نفسك خالص جده وما يبقاش ليك رأيه لو انت شايف الحاجات دي وقاحها فانا بقول لك اشتا خليك واقح انا لو الكلام ده بتقول علي ان انا جده واقح فا اشتا انا واقح انا بالنسبالي الحاجات دي صراحة مع النفس وجراءة بش وقاحة واننا بتقول لك اللقى انت بش وقاحها دي ايه الي تزوى انا بقول لك برضو لو ده ايه الي تزوى فاشتا خليك ايه الي تزوى الكلام اللقى الا بقولها ده مفوط الصراحة لانت مش عايز تمشي عليها مش هتستفادي بحاجة لما تمشي مع صاحباتك اللي انت وبنتحابها شولها هي ببطيك بس مبينين للناس كالها التي تمشي بعضك فدا اسمه نيفاق اسلا وصاحبك اللي بيالك تعاني اخرج في حتة وانت عندك مذاكرة او عندك شغل بش هينفعك في حاجة لما تسقط في الامتحان ده او لما تأثر في الشغل اللي عليك ده ويتخصم لك بلوس ومحدش برضو هينفعك برضو لو انت كملت مع الشخص او الصديقة بتاعتك او الصديق بتاعك المفروض بيستغلك وبيعرفك عشان مصلحة بس وانما بكون انت عايزه في اوقات الشدة ما بتلاقووش اصلا فلو بالنسبة لكو الحاجات اللي انا قدتها دي وقاحة فا اهلا انا وقح بالحاجات دي كلها ودي تبقى السلسلة التالتة او الحلقة التالتة من فيديوهات فطفضة وبرضو الفيديو ده تلخيص لكتاب خليك وقع فلو عجبك السلسلة او عجبك الفيديو مانساش تعمل سبسكرايب بالحاجات او تزرل هنا دي جدا عشان اجيلك اي اوباديت في حياتي وكالعادة دوسا كوتش سامانك موسيقى